تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني وعبروا عن مشاعرهم في هذه الذكرى العزيزة على قلوب البحرينيين الزميلة أماني لخليفات ستأخذنا في جولة عبر هذه المواقع بمناسبة حلول الذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في الربع عشر من فبراير من كل عام تأتي هذه المناسبة كفرصة للمواطنين ليستذكروا ذلك اليوم وليعبروا عن مشاعرهم تجاه ذكرى الميثاق الوطني بشتى الطرق التعبير عن الفرحة بيوم ذكرى الميثاق العمل الوطني لم يكن على أرض الواقع فقط بل شهد العالم الافتراضي المتمثل بمواقع التواصل الاجتماعي مشاركات عديدة من قبل رواد حيث تصدر كما نرى واسمه ميثاق العمل الوطني غالبية التغريدات في تويتر ونرى عدد من هذه المشاركات للمواطنين الذين عبروا من خلالها عن أسمى معاني الولاء والانتماء فبعد 16 عاما لا يزال المواطنون يستذكرون يوم الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في عام 2001 ليختزلوا كما نرى تلك المشاعر في حروف قليلة معبرة تؤكد بأنهم باقون على العهد ولم تقتصر مشاركات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر فقط بل كان للانستجرام نصيب كبير من تلك المشاركات رواد الانستجرام عبروا عن فرحتهم واستذكارهم لذكرى الميثاق من خلال صور وصفت مدى الحب والتأييد والانتماء لهذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع البحرينيين فكانت كما نرى أكثر الصور المتداولة في يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني صورا لجلالة الملك المفدى حفظه الله وبعض الصور التي تعود ليوم الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني عام 2001 أتبعوها بأوسمة مثل ذكرى ميثاق العمل الوطني والبحرين جميع هذه المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا جزء بسيط مما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والتي حملت مشاعر حقيقية ترجمت على هيئة حروف وصور في ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر